حين بننتقل إلى التلمذة المهنية بندردش احنا شوي عن التلمذة المهنية في الجزء الثاني من بودكاست من الآخر إذن دكتور احنا اللي تعلمنا حين من خلال الجزء الأول إن الإنسان يقدر يصنع روحه بروحه ومثلا أنت حين شون تعبت على روحك وكانت لأمن عندك نظرة إنه لازم أتعب على روحي ما نام طول النهار فأنت كنت تشتغل وكنت تدرس اللغة الإنجليزية ويوم قلت اللي كانت في المحكمة خلوك كمترجة أثناء ما رحت دراست باكستان دراست باكستان مو باللغة العربية باللغة الإنجليزية وبالتالي أنت أهلت روحك وبالتالي صرت كنت في بابك وفي البداية كمدرس وبتعثت وهكذا تدرج وهذه يمكن من النصائح اللي ممكن تتوجه حق شبابنا اليوم خاصة نحن كجمعية البحرين لإدارة موار البشري يهمنا أن نتكلم عن موارد البشري وهو أهم موارد يعني عناصر الإنتاج هي الثلاثة الأرض مثل ما يسموني أو المبنى المال الأب تمويل والعنصر البشري وهو هذه تركيزنا فيه ولذلك كنا نركزين على شخصيتك كنموذج كمثال وممكن استمت أنت من شخصية الوالد كشخص أصامي وشون يا ابني الحياة؟ وهذه الرسالة نبينوجهه حق أبنائنا ومعب أنا أشتقل كمهني متخصص وماشاء الله ولذلك الإحصائيات أيضا من خلال دراساتنا نحن في الجمعية دكتور تقول باي 2030 سوق العمل يحتاج 30% ما يبي جامعي ممكن يبي تخصصين لكن أنت خلك مؤهل جامعي بس فني صح ويمكن هذه التوجه طيب دكتور له ننتقل إلى نقطة أخرى ونركز فيها على الثاني بس أنا أبي قبل أروح أكثر في العمقتل في إدارة وتنمية المواد البشرية أبي يعني من المواقف اللي صادتك في الحياة يعني مثلا مرة دردشت وياك وقرأت إن أصادك موقف اختطاف شنو القصة؟ شنو الموضوع؟ أنا بقيت اختطفونك بابكو بالطبع ما كانوا يعطونك مثل إذا بيعطونك مركز لازم تروح تشتغل خارج البحرين يعني بابكو تملكها شركة أمريكية اسمها كالتكس وكالتكس عندها فروح في 60 دولة يعني في أستراليا في أفريقيا في كل محل يعني مثل أنا قبل ما أصير مدير عام الشيون المالية والقانونية كان لازم أروح أشتغل سنتين في نيويورك علشان يشوفوني أول شيء يتعلم كيف أتعامل مع الثقافات الأخرى وهما في المكتب الرئيسي في نيويورك يكتبون عليه تقرير إننا شفنا هذا جاهز يصير مدير عام وفي نفس الوقت خلال فترة العمل في بابكو يعني جزء من تدريب الشخص كان كالتكس عندهم انترناشنال اودت تيم يعني لأنهم عنده 60 فرق فكان يختارون أشخاص يكونون فريق يعني أنا كنت أول بحريني يختاروني في سنة 1976 أن أكون في فريق كالتكس للتدقيق الدولي شغلة فريق التدقيق الدولي يروحون كفريق يزورون الفروع ويقيمونهم ويسوون عليهم تدقيق ويرفعون تقريرهم للهيد اوفيس يعني المقر الرئيسي فمثلا خلنا أخذ مثلا بابكو كفارع في عندهم مدقق داخلي مدقق خارجي وبعد يجيهم مدقق كالتكس فأنا اختاروني أول بحريني في 1976 في فريق عمل يتكون مني واحد أمريكي واحد أسترالي وكان يعني يرسلوننا على مهمات أسبوعين تقريبا كل بلدة فرحنا مثلا الإمارات أول وسوينا تدقيق عليهم كتبنا تقرير رحنا مصر كالتكس كان عندها مكتب في مصر وبنفس الشي بعدين كان حسب الجدول المهمات كان نروح مدغشقر جزيرة مدغشقر فأنا ذكر هاي كان في 20 يونيو منيروب إذي لا مدغشقر جزيرة بروحها في جنوب جنوب أفريقيا هاي كانت مستعمرة فرنسية بعدين استقلوا فبسكالتكس كان عندهم مكتب هناك يعني شركة نافت فكان دورنا نروح مدغشقر فسافرنا لمدغشقر في 20 جون 1976 على أساس أن تنفيها أسبوعين في مدغشقر يعني سكنونا في فندق الهيلتن من أيام الفرنسيين فندق يعني مقبول وكننا يعني الصبح نروح المكتب ونشتغل على ما كان بس تدقيق كان نشوف إدارة يعني المانجمنت كيف يتعاملون غيرها فعقب يعني في 27 جون يعني عقب سبعة أيام في الفندق كان مدير الفندق ألماني وزوجته لبنانية فهي استنست لما شافت في واحد يتحجى عربي فكنا في الليل نتعشى وياهم أنا والأمريكي والأسترالي وهي العلباني وزوجته فكان في 27 جون احنا قاعدين نتعشى وفي تليفزيون بس يتحجون فرنسي فما نشوف إلا بريكينج نيوز طلع بريكينج نيوز طلع واحد عسكري ولخبط بالفرنسي فهذه اللبنانية ترجمت لنا قالت إنهم يقولون الحين صار انقلاب هاي اللي مثل صار في بوركين أفاس وفي النيجر الحين هاي نفس الشيء ذاك الوقت هاي في 76 وقالوا إن الجيش استولى على الحكم وأمموا كل شركات النفط في مدى غشقر لأنه كان في شركات أمريكية مثل كولتكس شركات فرنسية وذي وراوا إنه في التليفزيون إنه مخلين على بوابة كل مدخل شركة نفط حراسة حراسة وفي عندهم ماشين جانس إنه ما حديد إش فإحنا الحين هحنشوف هاي الوضع وفي يعني تأميم أعلنوا عقب شوي إن كولتكس اللي إحنا موظفينها من خلال بابكو يعني تفادت دفع ضريبة 80 مليون دولار حكومة مدغشقر فلازم يتفعون 80 مليون دولار حسنا إحنا هنا تفاكرنا بيننا كفريق حيقان في الليل نعم إنه يعني يعني ما نفعله الحين المكاتب ما نقدر نروح وهذا لنبون 80 مليون دولار فاتصلنا بالمكتب الرئيسي في نيويورك لأن كولتكس يعني مكتبة في نيويورك وكان يعني فرق الوقت في صالحنا فاتكلمنا ويا المسؤول قال هما يرسلوا لنا يعني برقية إن يطالبون بـ 80 مليون دولار وإذا ما دفعنا بيأخذونكم أنتوا رهان يعني موظفين رهان فأنتوا لازم تطلعون في أول طيارة تحصلونه تطلعون فقام مدير الفندق ألماني يساعدنا إن الصبح حصل شركة طيران فرنسية تروح لجزيرة قريبة من مدرشة اسمها ريونيان هي جزيرة تابعة لفرنسا فرحنا ركبنا ذي الطيارة لين يعني طلعنا من الأجواء شوي ارتحنا إن الحين مو بيأخذون للغران وصلنا ريونيان فلما وصلنا الجزيرة يعني حين بندش الأمريكي ماشو الأسترالي ماشو أنا يمجي دوري شاف الجواز قال لا أنت ما في دولة اسم البحرين لازم ترجع مدغشقر وقال الحق الشرطي امشي ويا للطائرة علشان يرجع على نفس الطيارة يروح مدغشقر فأنا قلت لهم أن احنا يعني عندنا بيع احنا مشتقات لريونيان أنا كنت عارف لأنه في المالية فجأ كالتكس ايجنت اتصلنا فيه من الكاستامز جأ اسمه رينيان قال بلا فيه بلدة اسم البحرين يعني البحرين تصدر لهم مشتقات نفطية فأنا اكفل يعني الشخص فخلو يدش لأن ما يقدر يرجع مدغشقر بيأخذونا رهينة فقال قالو زين هو يدش يعني ريونيان بس لازم كل يوم يجي بركز الشرطة عشان نشوفه ان ما شرد يا خلو زين الله يشكله فكفلني وكان أوراق الباقية اللي عندنا فقام هذه مندوب كالتكس سكننا في فندق وعطانا مكتب نشتغل فيه على الأوراق الباقية عن مدغشقر وريونيان في نفس الوقت فتميت هناك يعني في ريونيان حوالي ثمانة يام جاء برقية من المقر الرئيسي في نيويورك لانه ان الحين أنا دكتور ميرز أو مستر ميرزا يوار أساين تجد مع نايروبي تروحون نفس الشيء بس نايروبي بدل مدغشقر بدل مدغشقر لانهني كمل الأوراق والباقي في المكتب فخذيت طائرة من أسوأ شركات الطيران رحت من ريونيان لدار السلام بعدين رحت نايروبي هاي كان متى كان 5 جولاي 1976 فلما وصلني المطار كان مفروض مندوب كالتكس في نايروبي يستقبلني علشان يوديني الفندق يعني يشرح لي الأساينمين فلما وصلت الطائرة نزلوا الركاب ماشيوهم كلهم إلا أنا قال لي أقف فوقفت زين سألت ليش قال أنت أقف لا تسأل بس أقف فلما خلصوا الركاب وذي جاء واحد أوفيسر من يعني المطار قال خذ شنطتك خذيت شنطتي قال تعالوا يا ودوني في حجرة ثلاثة أربعة منهم يفتشون فتشوني قم يفتشون الشنطة ويشقون هاي الغلاق اللي داخله ويدورون على كل شيء فأنا أسألهم ليش يقولون لي أنت ما لك قال أنت بس أقعد سين فأنا هنا قلت ما يصير قلت لهم من نادولي رئيس القسم يعني هنا فجي كان شاب يعني ضابط قلت زين أنا ليش يعني يفتشون هالقد ليش أنا يعني شنو صاير قال أنهم فكروك فلسطيني قلت ليش قال لأن يوم واحد قبل ما أنا أوصل أنا إيجاد خمس جولاي في أربع جولاي صار عن تيبي ريد مادريد الناس يتذكرون تيبي كان الفلسطينيين خطفوا طائرة فيها إسرائيليين خطفوها هم اللي خطفوها أثنين فلسطينيين أثنين ألمان ريال ومرة ألمانية من ثوار خطفوا الطائرة فيها حوالي 287 راكب وطاروا فيها ل أنتبي مطار أنتبي في يوغاندا كان عيد أمين بلى فعطاهم شانس أن ينزلون في مطار أنتبي فهم قاموا ربطوا ديب بس اللي خطف الطائرة خلوا المسافرين اللي مو بإسرائيليين يمشون فبقى 106 إسرائيلي طلعوهم من ذي وخلهم في المطار وطلبوا أن يعني الإسرائيليين يطلقون سلاح صراح بعد الأسرة إسرائيل سوّت سوّت فرقة كوماندوز يرأس أخه رئيس الوزراء الحالي نتنياهو اسمه نيثان نتنياهو وراحوا تاريخ 4 جولاي من خلال مطار نيروبي راحوا مطار أنتبي وقتلوا الفلسطينيين ورخصوا يعني سرحوا الإسرائيليين في الأثناء مات هاي رئيسهم اللي هو نيثان نتنياهو تشوفوا نتنياهو بعض الأحيان يذكر هاي وقوم هاي كان فيه 4 جولاي 1976 لأنه صار هالشيء أنا يت يوم عقبه وصل وذاك وذاك الوقت كان الموضى كله يخلون شعر طويل وأنا شعر طويل وذي فظنوا أن أنا فلسطيني جاي أنتقب فقال فقال قلت زين أنا عندي جواز بحريني قال الفلسطينيين يبقون الجلالات ويزورون فبعدين اعتذر لي عقب كل المدة زين رحت الحين وين ما ندوب كالدكس ما في لأن تميت ثلاث ساعات أعتقد هو فكر أنا ميت وراح خذت تاكسي واشتغلت في نيروبي وبعدين رجعت زين والله هذه أشياء زين نسمعها الواقع أول مرة طيب دكتور إحنا ما نتكلم احنا في التنمية البشرية ومع هاي القصص الجميلة لو قلت لك شنه يعني فعلا عوامل النجاح على أساس اليوم يعني الموظفين اللي يعملون في مختلف القطاعات في البنوك في شركة الاتصالات من أبنائنا البلد شنه يمكن أهم عوامل النجاح من خلال خبرتك المتراكمة عشان ينجحون ويصيرون مسؤولين مثل ما صرته وشوف يعني شي واحد مهم إن الإنسان يعني يتعب على روحه يعني لازم يتعب على روحه ولازم يكون عنده طموح يعني عنده رغبة إنه هو يبي يصير للأحسن للأحسن بس مو بس رغبة بدون عمل لازم رغبة ويعمل وثانيا يعني لازم يصبر ويتحمل يعني مثلا بعطيك مثال بسيط في 1983 يمكنت أنا مدير العام المالية والشيون القانونية صار في ركود في أسعار النفط أنا كنت في بابك ذا كل وصل سعر البرميل 13 دولار فقالتكس أرسله فريق من نيويورك يجي يشوف شلون يقلصون المصاريف فقالوا هما إن إحنا الأشياء اللي مو بكور بزنس رفاينينج يعني مثل ترينينج مثل ترانسبورت مثل عوالي سكول عوالي هسبيتال مدينة عوالي الكميساري ذيلين هذلين مو شغلات لازم هذلين تخلصون منهم فهم اختاروني أنا إن أكون جنرال منجر سيربسيز هاي سموهم سووا فرع جديد سيربسيز وكنت مدير عام الشؤون المالية والقانونية و جنرال منجر سيربسيز كانت الفكرة تتسرح هذا فإحنا مثلا مدرسة عوالي عطيناها لسينت كريستوفر الكوميساري خليناها في مناقصة فازوا فيها الجواد البنك عطيناه ناشنال بنك البحرية بحرية و تتذكر الشركة كان عندها حوالي 600 سيارة تملكها ومحطة نفط مطرول هناك وكل شيء فهذه كل تخلصنا منهم وقمنا نستعجر سيارات فقللنا المصاريف لما جاء للمستشفى العوالي اتفقنا ويا ذاك الوقت شركات خاصة انها تدير العوالي بس بالطب الاجارة العليا ما رضوا فقلنا علشان نقلل المصاريف كان قبل هذه المستشفى العوالي كان بس يعالج موظفين بابكو ومجان فما كان لهم مدخول فاحنا اقترحنا كجنرال مانجر سيربسيز وتيم مالي ان نفتح المجال حق غير الموظفين بس يدفعون فيز ففي انكم فنقل المصاريف فنجحنا في هالمهمة يعني نجاح كبير وكانوا راضين بابكو وكالتكس عن الدي فناداني للوزير ذاك الوقت المرحوم استاذ يوسف الشراوي وقال لي لانك نجحت في هالمهمة نبين يعني نفكر نخليك نائب رئيس التنفيذي هاي كان فيه متى 83 وشوف تنوع الخبرة يعني ايه 84 ما صار 85 ما صار 86 ما صار 87 ما صار ما صار ما صار ما صار لا 1995 1988 1988 1988 68 ايه ايه اللي صار انك خلال هالفترة انا صبرت اصدقائي اللي جوي اياي عندهم شهادات محسبة راحوا البنوك لان البنوك كانت تستخطئ تستخطئ وتعطيه دبل السلري انا نطرت لانا كان عندي هدف ان اصير رئيس الشركة صح فتمت وفي 1988 عينوني اول بحريني ناعب رئيس التنفيذي ممتاز بس اتتوق سو ميني ييرز فانا اقول لحق الشباب صبر صبر هذه درس من الدروس ان نتعلم صبر وثانيا لازم يكون عنده ابداع لازم يكون عنده ابتكار لازم يكون عنده مبادرة يعني بعضهم يروح في الوظيفة مثلا من سبع الاثنتين بس يشتغل ويمشي يروح البيت لازم يبدع لازم يعطي شيء اضافي يعني اضافة حتى انا يعني من خبرتي المتواضعة لما صرت وزير كل وزارة اروح اغير شيء واضيف قيمة مضافة لان لو ما سويت شيء يعني ممكن انا انجح بس في رأيي انا النجاح مو كفاية اذا تب يتب في القمة لازم تسوي شيء مختلف لازم تخلق يكون عندك نوع من الابداع لازم اتواكب التطورات التكنولوجية وهذه الدروس دكتور اللي فعلا تعلمها ولذلك انت ما شاء الله تقلت عشر مناصر وزارية في القطاع الحكومي غير القطاع الخاص ولكن الدروس اللي تفضلت فيها دكتور يعني رسالة نوجهها حق الموظفين او الباحثين عن العمل او حتى ابنائنا في المدارس في الجامعات عليهم يفكر في القيمة المضافة انا شنو بضيف قيمة مضافة علي يفكر مثل ما تفضلت في الابداع والابتكار علي يفضل في المبادرة روح المبادرة مثل ما انت حين الدروس تقلت والله انا كنت ابادر انا اروح ابحث عن الجامعة ما يقول دورولي جامعة يبحث عن الجامعة يقارن بينهم يسوي مقارنة ايضا ذكرت انه يمكن يطلع من المنطقة المريحة الكمفورتبل زون مالي يروح الى المنطقة يس شوي في صعوبة عليك ولكن هذي اللي بيخلق منك ايضا تعلمنا من الدروس الدكتور انك انت كذا منصب حتى في بابكو يعني كمدير عام الشؤون المالية والقانونية بعد مدير عام السيربس وكانت تحديات حتى صدق مدير عام الشؤون الإدارية بعد ومدير عام الشؤون الإدارية فصرت يعني مثل ما قلت وكنت يمصر اول مجلس إدارة لبابكو في 1981 انا كنت مدير عام الشؤون المالية والقانونية عينوني كوربرت سكرتري فأنا الوحيد اللي كنت احضر جميع مجالس الإدارات وذاك الوقت كانت كالتكس تملك 40% الحكومة 60% وكالتكس يعني شركة من الشركات المتميزة في الإدارة فتتعلم موايد أشياء منهم بناء على ذي دكتور إذا احنا لنقول هذي النصيح نصايحك أنت للإنسان كمورد بشري لأنه هو أهم مورد لكل المؤسسة شو نصيحتك في هذه الحلقة الجميلة شو نصيحتك للمؤسسات شو سوون المؤسسات عساس بعدهم يحققون أهدافهم احنا نبي الأفراد يحققون أهدافهم والمؤسسات حقق أهدافها وهذا احنا هدفنا في الجمعية وفي هذه الاستضافة الطيبة من خلال إدارة وتنمية الكوادر البشرية نبي المؤسسة تحقق أهدافها الأفراد يحققون أهدافها وبالتالي الدولة تنشأ والدولة الاقتصادها يتحسن وتحقق أهدافها شو نصيحتك للمؤسسات شوف أعطيك مثال بسيط يعني مثلا أنا كنت أول بحريني في منصب مدير عام الشؤون المالية والقانونية لأنني كان أول كل يخلون فقط أمريكان ليس بريتش أمريكان ليش؟ لأن منصب مدير عام الشؤون المالية والقانونية عند أسرار الشركة الأرباح والخصائر عند القضايا القانونية اللي يرفعونها ضد الشركة أو شركتها تريدها على جهات ثانية فلما صرت مدير عام الشؤون المالية والقانونية كان البحرانة في فرق المالية 60% أنا رفعتها 85-86% وخلال هالفترة يعني كنت قلت نفس اللي باقوا سوات لأنا دربتني لازم أنا أدرب فكنت أوظف من الثانوية الممتازين وارسلهم للدراسة للخارج للندن وأمريكا ذاك الوقت أتغير رحنا أمريكا بعد فكان بعضهم يستقيلون أقوم ما يرجعون ويروحون لأن السوق يطلب يطلب فكان في دفعة من executive management من البي آي بي اف جايين يزورون بابكو وأنا يعني عندي شفافية حتى في كل المواضيع إذا يسألوني فقالوا لي زين أنتوا الحين تروحون تصرفون بذات على هالخارجين ويطلعون من عندكم قلت أنا ما أعتبر هاي خسارة هاي مكسب للبحرين صحيح قلت يعني إحنا لما ندرب شخص وذي قلت يعني شوف بابكو يعني خرجت قيادات كثيرة راحوا في مناصب البلد استفادت البلد استفادت فالمؤسسات لازم يكون ياخذون في الاعتبار ترى البحريني قادر وعنده كفاءة بس لازم يسنحون للفرصة يعطون للفرصة ويعطون للإمكانيات يعني مثلا بابكو كانت تدرب تطور ترسلك في كورسات تحضر مؤتمرات فأنت تطور وتعطيك الثقس صحيح فهذه نفس الشيء يعني المؤسسات إذا اعتمدت على العنصر البشري البحريني تقدر يعني بابكو مثلا كان خلنا أخذ مثلا الشركة التزويد وقود الطائرات بابكو كان فترة من الفترات اللي فيها بحرينين فقط 40% ليش قال لأن التزويد وقود الطائرات هذه مهنة خطرة يعني إذا صار خطأ في الوقود حق الطائرة الطائرة بتطيح فلازم يكون خبراء أجانب أنا يصرت وزير الطاقة وزير النفط وصلناها ل99% بحريني وكلهم ماشين يمشون فإذا دربت البحريني وعطيته فرصة يعني بابكو كان في وقت من الوقات كل المدراء العامين صاروا بحرينيين ورئيس التنفيذي بحريني فإذا البحريني يعطى الفرصة المناسبة يقدر ويوفر حق مؤسسة لأن المؤسسة إذا تجيب واحد أجنبي خاصة إذا هو في موقع رفيع عنده علاوات غربة علاوات معرفة سكان ومعن يمكن بعضهم يعني يجون لفترة لتجمع المال ما عنده ولاء للوطن وللمؤسسة بس البحريني غير صحيح والبحريني صراحة يعني عموما البحرينيين يعني إذا راحهم محل يحترمونهم لأن البحريني يعني في كفاءة شاطئ في أخلاق في أمور كثيرة ممتاز لذلك هنا دكتور يعني تكلمت فعلا أنه يمكن الرسالة نواجهها للمؤسسات عطى الثقة ودربة وهيئة إلى البيئة واحتضن يعني أنت ضربت مثال بافكو فعلا أثناء ما شي يسمون البحريني عندك كفاءة والله ما شاء الله اليوم البنوك والمصارف والفندقة حتى مثلا كثير من زملائنا في القطاع الفندقي أثناء نتكلم عن محمد بوزيزي نتكلم عبد الرحمن المرشد نتكلم عن عبد النبي الديلة نتكلم عن عقيل الرئيس هاي قطاع فندقة كانوا يديرون والبنوك والبنوك نفس الشي أثناء نتكلم من نور الدين وحسن جمعة إلى آخر فإذن الرسالة للمؤسسات أن عطى الثقة اهتم بدربة أهلة ويكون مخلص ولو يلك ممتاز الواقع دكتور لذلك أثناء ما إذا اكتملت مثلا هذه الحلقة البحريني يقدر يؤدي دوره على أتمواج وبالتالي يحتاج أنه نصغله طيب نروح نقطة يمكن قبل الأخير أيضا في دردشة معاك كان في يمكن تعرضت إلى خطأ طبي ماذا الموضوع ذي أنا ذكرت أن في 1988 رقوني لأول نائب رئيس تنفيذي لبابكو فوعت عائلتي وعيالي أن وديهم ديزني ويرد في فلوريدا ففي 1989 يعني كنا نروح نروح يعني في العطلة في يوليو أو أوغست من البحرين للندن ترانزيت نتم كم يوم في لندن بعدين من لندن نروح فلوريدا أورلاندو فلما وسط لندن أنا كان عندي حصة في الكل صدني ألم فرحت طبيب في هارلي ستريت في لندن لأن كنت بسافر الآن بسافر 7-8 ساعات لأورلاندو قلت يعني أنا عندي ألم وذي هل أسافر أم لا أسافر قال أنا أعطيك أنتبيتك يعني مضاد حيوي وسافر يعني أنتبيتك يعني كنت أخذ هذه المضاد الحيوي ووضع يقام يسوء ففي الطيارة رايحين من لندن لأورلاندو صادني ألم شديد ودرجة الحرارة ارتفعت وما قصروا المضيفات يعني كلهم كانوا بس ما عندهم إلا باندول ما عندهم شيء في طيارة فكنت يعني في وضع يعني غير جيد لما وصلنا أورلاندو مطار أورلاندو أنا كنت مش تأجر سيارة علشان ويا العائلة نروح لفندق في ديزنيور فخذت السيارة وروح نروح لفندق في الفندق شعرت يعني تعب لوني صار أصفر وصادني ألم فنادق طبيب الفندق لأن كل فندق هناك في طبيب جاء وفحصني قال أنت وضعك جدا سيء فلازم تروح المستشفى تروح الأمرجنسي وعطاننا عنوان مستشفى اسمه ساوث ليك حوالي ساعة أو ساعة الأربع من الفندق فرحت الأمرجنسي هناك بس هناك تعرف في أمريكا الأمرجنسي تم ثلاث أربع ساعات ست ساعات محهد يسأل عندي كنتم في ألم فلما جيد دوري عقب ذي وكانت زوجتي تروح تقول لهم ترى يعني زوجي في ألم على الأقل أعطوه مسكن قالوا لا لازم يصبر يشوف الطبيب المهم يمشوف أني الطبيب قال لا أنت لازم ندخلك المستشفى فدخلوني المستشفى وخذوا يعني دم من عندي قالوا أنت الحين الهموغلوبين يعني نسبة الدم مالك نزلت لسبعة والعادة حق الرجل فوق 13 فلازم يعني بات في المستشفى فبت في المستشفى الدكتور كان يقول لي لازم نعطيك بلد ترانسفيوجن يعني يعني وذاك وداق الوقت ايدز يعني ذاك الوقت وأنا خايف قلت لي ما بي ايدز ما بي بلد ترانسفيوجن فهو الدكتور علشان يباري روحه جاب ثاني نيرس وياه وجاب لي ورقة قال أنت واقع هني أنا قلت لازم تاخذ دم إذا ما خذيت ومت أنا ممسور فقال لي وقع هني ذاك الوقت ما في موبايلات فأنا طلب تليفون واتصلت بمستشفى عوالي وكان رئيس المستشفى يمكن جنرال مانش سيربس بل عنول فقلت لبل يعني هاي صاعدين وهم يقولون لازم أخذ دم قال أنت ليش ما تبي تاخذ دم قلت لأن في ايدز وأنا خاف يعني ذاك الوقت يعني منتشر ال ايدز فقال لي شوف إذا في عائلتك أحد عنده يقدر يعطيك دم من حسن الحظ زوجتي دم هاي وصديقي زوجتي بعد دم هاي فقال هما بيعطوني دم بس الأمريكان كل شي بزاد فلما خذوا منهم دم قال لا الحين ما بنعطيك الدم إلا إذا يدفعون كاش فمن حسن حظي كان في مانجمنت كونسلتنت أمريكي في البحرين أنا عرفه جاء هناك بالصدفة وشافني فهو دفع فعطوني دم وتميت في المستشفى يمكن ثمانة أيام بعدين كلمت وطلعت طرت من لندن من أورلندو للندن وبالأمبلنس ودوني مستشفى ثاني في لندن عشرة أيام ولما شافني الطبيب في لندن قال أنت لازم تشتكي على الطبيب اللي عطاك هذه لأن أنت كنت تموت يعني هايزين بعد يعني يعرفوا أن الأنتيبايتك مالك غلط فرجعت البحرين وكنت كلش يعني ضعيف صاير بسبب كل هذا المساعد والالتهاب وغيرها صادني شيء يقولون لبروستايتس بروستايتس يعني يأثر على البروستات أن كل ربع ساعة كل نصف لازم تروح الحمام فأنا يأست وهذا يمكن درس حق الشباب يأست وقت كان كان تو معينيني نائب رئيس تنفيذي و جلالة الملك كان يعينني 2000 قالولي كفضو مجلس الشورى فقلت أنا شلون أقدر أنا ما أقدر خلاص يعني بعد أنا ما أقدر أواصل فحتى ماشي ما كنت أقدر أمشي فتم كنت أضغط على روحي على روح الشغل ما يعني شفيت إلا أقب سنتين طويل الموضوح بسبب بسبب غلطة واحدة ولكن مثل ما قلت ولا تقنطوا من رحمة الله الله سبحانه تعالى ليأس الإنسان زين دكتور يمكن قبل الدردشة الأخيرية نرجع إلى والتدريب والتأهيل والتلمذة المهنية شلي خلى يعني احنا نتكلم عن بابكو أرامكو يعني الشركات المتميزة واللي الواحد يحب يشتقل فيه يقول هذه مدرسة هاي الشركة مدرسة أرامكو مدرسة بابكو مدرسة ألبا مدرسة شنو هل هو سيستيم النظام في المؤسسة هل هو طريقة التدريب هل هو الانضباط والإدارة من خبرتك شنو تعتقد هذه المكونات اللي يخلي يطلق على هاي المؤسسات هي مدارس الواحد يشتقل فيها يصير نموذج شوف الثقافة المؤسسية مهمة اللي هي corporate culture يعني بابكو من ضمن الثقافة المؤسسية ان اللي يشتغلون فيها لازم يكون عندهم تميز professional يعني مهنيين لازم تتقن العمل مثل ما قلت ما يعطونك منصب إلا أنت 150% تقدر تسوي المنصب و أنت يعني رجل كامل يعني مو يدربونك يعني يخرجونك أنت كرجل كامل يعني يعطيك مثال وهذا يمكن يضحك بس true يعني في 65 يمكن أن يرسلون لندن حق الابتعاث بعض اللي كانوا ويا مساقين جايين من القرى عمرهم ما سافروا فكانوا بقوا يرتبون لنا في العوالي الروح البطعم ويصفون الستشارتين يعني الستشين مثلا السمك أول وذي علشان يتعلم إيه شلون ومثلا تاكل لا تسوي صوت إذا تشرب السوب لا تسوي صوت هاي الأشياء يعني يعلبونك بعدين مثلا يبون ذا كل وقت في باوند شلينغ و بينس فعلشان يمتحنون أن تتعرف العملات فمثلا البدرس يروح يبيع جرايد يعطونك مثلا الخمسة باوند يقول روح اشتر جريدة فأنت تروح تدريب عملي ايه فتروح هو تعطي ذي يعطي خردة وبالعرض يعطي خردة غلط علشان أنت تعرف صح ولا لا فهي كلها جزء من التدريب مثلا من الاتيكاة اللي يعلمون مثلا أن إذا إذا طلعت ويا الليدي في الشارع تخلي الليدي inside أنت تمشي صوب الرصيف ليش لأن إذا في مطر ماء يتطشر يتطشر عليك موف عليها فيعني أشياء بس يعني أنت تتخرج من كل النواحي وبعدين في العمل يعني مثل ما قد يرسلونك في مهمات خارج البحرين فأنت تعرف عن الثقافات الأخرى تعرف شلون تتعامل مع يعني ظروف عمل مختلفة مثل يعني قصص اللي قلت له فهذه الأمور كلها تخلي بابكو يعني بابكو بعد يعني سيستم متكامل يمكن يذكرنا بمكانزي سيستم متكامل متكامل خمسمائة موظف وكان عدد سكان البحرين ذاك الوقت حوال 140 ألف إذا استثنين الأطفال وكبار السن والنساء اللي ما كانوا يشتغلون واللي ما يشتغلون يعني اللي يشتغلون إما في بابكو أو عندهم أهل في بابكو فبابكو ثقافة المؤسسية كانت كثيرة عن البحرين ممتاز وهي ابتدت مثلا عندها جريد النجمة الأسبوعية وعندها أفلام ويزورون القرى ومكتبات وغيرها عندها الدار اللي تقال ما شاء الله أو الغياد لا بابكو كانها دولة متكاملة وبابكو يعني هذه كثيرين ما يفكرون فيها في وقت من الأوقات كانت كان إيرادات حكومة البحرين 85% منها من بابكو زي يعني إيرادات الحكومة 85% منها من بابكو معناته إذا الحكومة تصرف على المدارس على السكن على الشوارع هاي من بيزات بابكو 25% من بابكو فبابكو بطريق غير مباشرة ساهمت في كل الأشياء لذلك في الصور القديمة تقول أن الرئيس بابكو كان يقف على عيد اليمين ما الحاكم فبابكو مثل ما قلت يعني إذا واحد يشتغل في بابكو يفتخر أن يشتغل في بابكو أنا واحد منهم أفتخر أنا خمس سنوات شنة خمسين سنة لأن كل يوم تتعلم في كل لحظة تتعلم مثل ما قلت عمليا طيب دكتور هاي اللقاء الجميل أبي أنا الفقرة الأخيرة يعني من الآخر شنو تحب تقول من الآخر برنامج من الآخر البودكاست شنو رسالتك تب يتوجه هو أول شيء أنا أبي أشكر بعض الناس يعني أبي أشكركم وأشكر جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية على دورها وعلى يعني عمل التطوعي اللي تقوم فيه شكرا بس كشخص أنا يعني أبي أشكر جلالة الملك المعظم وصاحب السمو ولي الأهد رئيس الوزراء أنه أعطوني فرصة وثقة للأشرين سنة وثقة ثقة ملكية صراحة صح أنه أقدر يعني أوصل للمناصب اللي وصلت لها وهذه ثقتهم ويعني تشجيعهم لي بالطبع أنا أشكر عائلتي وأشكر أصدقائي وأشكر كل اللي اشتغلوا ويا لأن الإنسان بروحه ما يقدر يقدر العمل لازم فريق ويا وأنا كل اللي اشتغلت ويا دائما أشكرهم وأدعي لهم كلهم ساعدوني أن أوصل هالمواصيل وأنا أبي أقدم نصيحة للشباب أن لازم ما يقاسون يعني مثلا في اليوم في شباب ممحصلين وظائف ويقولون ما في مستقبل لازم ما يعيسون حتى الشباب اللي في عندهم وظائف مو راضين عن وظيفتهم بعد يعني لازم يصبرون ومثل ما يعطون شيء إضافي يبتكرون لأن لو ابتكر الشخص وخلق شيء رئيس يلاحظه إذا عنده مبادرة يشوف مثل في وائد في الوزارات يشوف فراش اللي يصب القهوة من عنده يسوي أشيء ثاني يروح يسوي مثلا يطبع نسخة يسوي ذي فرئيس يلاحظه فشوي شوي يرقي يرقي ليش لأن عنده مبادرة بس إذا هو بس قام بس يصب بالقهوة ويرح ينام ما بيصير فلازم الإنسان يتعب على روحه و ما في شيء مستحيل صراحة كل شيء ممكن والإنسان يقدر مهما يكون خلفيات المتواضعة مهما يكون يعني مهارات اللي يفتكر أنه ما عنده يقدر يتعلم يعني ستيفن كوفي اللي هو مثل ما تعرف المانيجمنت قروه يقول العادات السبعة يعني كل شيء الإنسان إذا كرره يصير عادة ويقدر يتعلم فالشباب يقدرون ينجزون اليوم مثلا في تقنيات حديثة مثل ذكاء الاصطناعي جي بي شات و شات هاي الأمور اللي جاي الابتكار بعد الشباب لازم يعني يطورون روحهم وياها المجال وشيء زين إن اليوم يعني it is user friendly يعني شي يقولون بالعربي يعني سهلة التعامل بس يبي له شوي تركيز وتأقلمون وياه وهذا يعني نصيحتي إن الشباب يقدرون شباب البحريني يقدرون يصلون لعلى المناصب ممتاز ممتاز شكرا جزيلا وفعلا هذي يمكن من أهم النصائح يقولون the limit is this guy تقدرون يصلون لعلى المناصب بس عليه إنه يجد ويجتهد ويأخذ زباب المبادرة مثل ما قلت مو بس لأن هذه شغلتي لا سأو شغلة تضيف رئيسك يلاحظك إنه هذا شخص مختلف وبالتالي وهم شيء مثل ما يقولون لا تعارض التغيير غير فكرك غير عقليتك يعني نشكرك على هذا اللقاء وأنا متأكل بنقعد وياك ساعات وأيام لأنه في جعبتك الكثير عندك الكثير تتكلم عنه ويمكن محاور واحد نتكلم فيها وخصا شون أنت وصلت يعني في القطاع الحكومي مناصب قيادية ووزارية غير المناصب الأخرى في القطاع الخاص وعلاقتك وعلاقتك نعرفها متميزة دروس نستفيد منها دروس يستفيد منها الإنسان المواطن العربي الخليجي المواطن البحريني فبدور نحن في الجمعية كمجلس إدارة أو بنيابة عن كافة أعضاء الجمعية نتقدم لك الشكر الجزيل نتمنى لك دائما الصحة والعافية وطلت العمر وأنت إنسان معطاء بكل صراحة يعني سهل التعامل وياك ولذلك حتى في الصحافة يتعاملون بسهولة أثناء ما نطلب مثلا لقاء تقول أنا حاضر أقدر حاضر أقدر أقدم شيء حاضر لذلك في الندوات وفي المحاضرات ما شاء الله دائما مشاركة فنكرر شكرنا لك مرة ثانية دكتور ويمكن إن شاء الله تصير لقاءات أخرى إحنا إن شاء الله في هذه البودكاست بنزل على حلقات عساس ممكن نضيف قيمة مضافة ونشعل شمعة أو شمعة أو إضاءة حق أبنائنا حق أخواننا حق أخواتنا حق أمهاتنا حق كل الناس ممكن نستفيد لأن الطريق طويل أمامنا ونجد لازم إحنا نضيف قيمة مضافة لبلدنا فشكرا جزيلا دكتور يعطيك العافية أبو محمود سعيدين بهذا اللقاء نراك على خير دائما وأبدا ألف شكر ألف شكر يحفظكم إن شاء الله وشكرا حق الجهاز والفريق اللي عمل هنا وإياننا شكرا جزيلا